الجعران في المعبد الفرعوني حقيقة الجعران في المعبد الفرعونية كانت للخنفساء الجعران رمزية ثقافية ودينية كبيرة في مصر القديمة خاصة خلال العصر الفرعوني على الأرجح بسبب ارتباطها بالإله المصري خبري أصبحت التمائم على شكل خنافس الجعران تحظى بشعبية كبيرة في مصر القديمة بحلول أوائل عصر الدولة الوسطى حوالي عام 2000 قبل الميلاد وظلت شائعة لبقية الفترة الفرعونية وما بعدها على مر التاريخ المصري تغيرت وظيفة الجعران بشكل متكرر على الرغم من ارتدائها في المقام الأول كتمائم وأحيانا خواتم فقد تم أيضا نقش الجعران لاستخدامها كأختام شخصية أو إدارية أو تم دمجها في أنواع أخرى من المجوهرات بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء بعض الجعران لأغراض سياسية أو دبلوماسية لإحياء ذكرى الإنجازات الملكية أو الإعلان عنها الرمزية والوظيفة في مصر القديمة ارتبطت الجعران ارتباطا وثيقا بإله الشمس رعا وكانت تعتبر رموزا قوية للولادة الجديدة والحماية والخلود وارتبطت الخنفساء نفسها بفكرة التحول والتجديد بسبب عادتها في ضحجة كرات الروف والتي كان ينظر إليها على أنها تشبه حركة الشمس عبر السماء إن ارتباط الجعران بإله الشمس جعله تعويذة قوية وكثيرا ما كان الجعران ينقش عليه صلوات أو تعويذات أو أسماء أفراد مهمين كان الجعران يستخدم بشكل شائع في الممارسات الجنائزية وكان يضع على المتوفى أو بالقرب منه في المقابر ويعتقد أنهم يساعدون المتوفى في رحلتهم عبر الحياة الآخرة ويوفرون الحماية ضد أي تحديات قد يواجهونها وقد تم العثور على العديد من الجعرين التي تحمل نقوشا تحتوي على اسم المتوفى والقابر مما يعزز ارتباطها بالهوية الشخصية والحفاظ على ذاكرة الفرد استخدم في المعابد الفرعونية وظهر الجعران بشكل بارز في المعابد والمقابر الفرعونية وكان يستخدم كتميمة لجلب الحظ السعيد والثروة ومرت صناعة الجعران بعدة مراحل بداية من حجر الفيروس ثم حجر البازل وأخيرا الذهب وهو ما يفسر وجوده على المعابد والمقابر الفرعونية بالإضافة إلى ذلك كانت انثال الخنفساء الضخم الموجود خارج معبد الأقصر محور الأسطورة المحلية لسنوات حيث تم تشجيع الزائرين على فركه للحصول على الخض السعيد وكانت النساء المحليات يدرن حوله سبع مرات على أمل الحمل مما يدل على الأهميتنا للرمزيتنا للدائمة من الجعران في مصر خاتمة من المهم التعامل مع موضوع الجعران في المعابد الفرعونية مع إدراك أن هناك فجوات في معرفتنا انتدت الحضارة المصرية القديمة لآلاف السنين وتطورت المعتقدات والممارسات مع مرور الوقت في حين أن للجعران أهمية ثقافية ودينية كبيرة فإن تفاصيل استخدامها في المعابد يمكن أن تختلف اعتمادا على الفترة والموقع والسياق الذي تم العثور عليها فيه يواصل علماء الآثار وعلماء المصريات دراسة وتحليل الجعران للحصول على مزيد من الأفكار حول دورها في المجتمع المصري القديم شكرا لكم على اهتمامكم وآمل أن تستمتعوا بالفجر ترجمة نانسي قنقر